انتهت مباراة الاهلي والاتحاد السكندرية منذ قليل بالتعادل السلبي بدون اهداف الاهلي يرفض التتويج باللقب يتبقى الاهلي نقطتين لكي يحوز اللقب طبعا الاتحاد قدم اداء ممتاز وكاد ان يفوز على النادي الاهلي وبطل المباراة هو محمد الشناوي حارس مرمى نادي الاهلي اللي صد ركل الجزاء النهاردة كان ممكن الاهلي يخرج مغلوب ركلة الجزاء جات عن طريق تداخل من احمد فتحي مع اللاعب محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري الحاكم رجع للفار شاف لا تستاهل انذار وكان واخد احمد فتحي انذار قبل كده فاضطرد ويجي ركل الجزاء لنادي الاتحاد وتصدى لها محمد الشناوي بمنتهى البراعة يعني نقدر نقول يعني هارض لك لنادي الاتحاد اللي فعلا هو كان الاحاق بالفوز النهاردة الاهلي كان عاجز عندوش حلول هجومية بيضيع مش قادر يحرز اهداف على عكس نادي الاتحاد اللي كان هو الاقرب للفوز الفتحية لمحمد الشناوي اللي انقذ الاهلي من الهزيمة اشتركوا في القناة